وانت من الناس اللي مهتمين بالسفر والهجرة الكندا الفيديو ده عشانك كندا في اسبوع برنامج اسبوع بنقدمه كل يوم حد والنهاردة فيه مفاجأة وخبر جميل جدا للناس بقى اللي عايشة في كندا الناس اللي عايشين في كندا المهاجرين في كندا غير الشرعيين اللي بقى لهم كتير قوي ما عندهمش اوراق خبر حلو عشانهم خليكم معا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه عبد والصلاة والسلام اخواني امكم جميع رب تكونوا بخير دايما في كل مكان وفي اي وقت كندا في اسبوع حلقة اسبوعية بتتقدم كل يوم حد اول اخبارنا النهاردة من اونتاريو خبر يعني فكاه شوية الشرطة بتلقي القبض على صائق سيارة بسرعة 200 كم في الساعة تقريبا 200 كم في الساعة لان لما شفت العداد السرعة 2190 وطبعا الشرطة طردت الراجل السواق دوت ولما قلقت القبض عليه تحجج بان معاه حد من عيلته معدته وجعاه فهو مسرع جدا عشان يوصل للبيت بتاعه يعني مش حتى قال انه عايز يوصل للمستشفى لا قالك انه هو مسرع عشان يوصل البيت وطبعا الشرطة قامت وحرارت محضر بكده ووقفت الرخصة بتاعته لمدة شهر ده العقاب وكمان خدت السيارة منه هتحجزها لمدة اسبوعين وتكت ب 1500 دولار و 6 نقاط من الرخصة بتاعته بعد اقافها لمدة شهر تاني اخبارنا اخيرا الحكومة الفيدرالية في كندا بتقول نحو حوالي 9 مليون شخص كندي مكين في كندا بيستنفع بالتأمين على الاسنان وعلاج الاسنان القانون ده اتكلمنا فيه قبل كده وكان بيتناقش اخيرا ظهر للنور وعدد 9 ملايين شخص في كندا هيستفادوا من قانون التأمين على الاسنان زوي الدخل المتوسط والدخل الضعيف يعني الناس اللي دخلها متوسط فيما يكل عن 70 الف دولار في السنة دول بيعتبروا دخل ضعيف وفيما يكل عن 90 الف دولار في السنة ده دخل يعتبر متوسط هما دول اللي بيستفادوا لكن اللي هيكون دخله فوق 90 الف دولار في السنة ده طبعا بيبقى فوق المتوسط فمش هيستفاد من التأمين او من القانون الجديد القانون الجديد يا جماعة هيكون شامل حاجات كتير قوي يعني شامل حتى نظرة الاسنان شامل تلميع الاسنان شامل تغيير الاسنان زراعة الاسنان علاج اللسة علاج الفم تنظيف العميق لللسة حاجات كتير قوي يمكن كل حاجة تخص الاسنان وكل حاجة بتخص الفم تقريبا الناس اللي هي زوي الدخل الضعيف اللي هو الدخل المحدود اللي هو اقل من 70 الف هيستفادوا ب60% الدولة هتغطي 60% من قيمة العلاج والناس اللي هي زوي الدخل المتوسط اللي هم بيقل عن 90 الف دولار هيستفادوا ب40% فقط يعني 60% لزوي الدخل المحدود و40% لزوي الدخل المتوسط طبعا كلنا عارفين مشكلة الاسنان في كندا وكلنا عارفين الغلاء الفاحش للاسنان اقل اقل كشف اسنان كان بال200-300 دولار مجرد كشف فقط لغير فطبعا ده هيبقى في صالح ناس كتير جدا يبلغ العدد المستفاد 9 مليون مواطن كندي مقيم في كندا متظاهرون يتجمعون امام لقاء لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع الحزب الليبرالي قام متظاهرون يؤيدون الفلسطينيين بالتظاهر امام فندق في فانكوفر حيث كان اجتماع جاستن ترودو رئيس الوزراء بالحزب الليبرالي لجمع التبرعات للحزب واقبل المتظاهرون ينددون بموقف كندا السيء تجاه القضية الفلسطينية وعدم تنديده باقاف الحرب في المنطقة وكان المتظاهرون يلوحون باعلام فلسطين وكمان كان بعضهم يرتدي عبقات بيضة عليها بوية حمرة ويفترشون على الارض وذلك امام الفندق اللي كان بيقام فيه الاجتماع الحزب الليبرالي الكندي تصنيف بيقول ان فيه سلس مدن كندية من ضمن افضل عشر مدن في العالم رفاهية للمعيشة وملئمة للمعيشة اصدرتها منظمة الاستخبارات الاقتصادية ان افضل عشر مدن في العالم ملئمة للمعيشة والرفاهية وكان من بينها تلات مدن كندية احتلت فانكوفر المركز الخامس احتلت كالجاري المركز السابع واحتلت ترونتو المركز التاسع وكانت فيينا هي من نصبها المركز الاول على مستوى العالم خبر عن الهجرة والناس المكيمين الغير شرعيين في كندا العددهم كبير قوي تكلمت عنهم قبل كده ولسه اي لحده قريب كان كاتب لي تعليقه وقلت له هجيب لك خبر قريب هو الخبر ده عشانه مارك ميلر وزير الهجرة الكندي بيقول انه بصدد انشاء قانون جديد لتعديل اوضاع الناس المكيمين غير الشرعيين بكندا انهم هيحصلوا على الجنسية الكندية الناس دي بقى لهم كتير جدا كانوا جيهم فيزا سياحة هجرة غير قانونية او كانت عمالة موسمية او فيزا زيارة وقصروا الفيزا وقعدوا واستقروا وعاشوا لدرجة ان هو بيقول من غير المنطق ان الناس دي عندها اطفالها وعايشين ومستقرين وانهم ما يكونوش قانونيين وعندهم اوضاعهم واوراقهم قانونية وطبعا هيبدأوا بعمال البناء عمال البناء يا جماعة اللي البلد محتاجاهم بشدة لبناء المساكن فعلا لان كندا هتبدأ تتوسع في المساكن زي ما قلنا وتكلمنا قبل كده والناس اللي متابعة معانا عارفة احنا بنقول ايه فطبعا الحكومة الكندية بتساهل الاوضاع دي وبيقولوا ان عددهم تقريبا من 300 الف ل 600 الف الناس مكيمين هنا غير شرعيين انا قلت قبل كده قلت عليهم لو تفتكروا معايا قلت 500 الف واحط اللينك بتاع الفيديو او كان مقطع تقريبا قلت 500 الف مواطن غير شرعي مكيم في كندا ما عندهمش اوراق هما دلوقتي بيقولوا هما تقريبا من 300 ل 600 الف فطبعا هيتعدل وضعهم ده خبر صار للناس اللي هي مكيمة هنا في كندا وطبعا وزير الهجرة الكندي بيقول كمان ان ده طبعا تتابعا هيبقى فيه تسهيلات برضو للناس اللي هي موجودة دلوقتي لان بيقول ان لازم النظام الهجرة الكندي يتم تعديله انه هو غير راضي عن النظام الهجرة حاليا او النظام قوانين الهجرة انه هيبدأ في برمجة القوانين او اعادة هيكلتها المهم ان فيه اخبار كتير هتبقى كويسة تخص الهجرة الكندية في الصيف القادم ان شاء الله واخر خبر معنا كما عودناكم بيكون خبر رياضي وخبرنا النهاردة عن اللاعب الكندي الفونسو ديفيز لاعب المنتخب الكندي ولاعب نادي باير ميونيخ الالماني ريال مادريد تهتم بالتعاقد مع لاعب المنتخب الكندي الفونسو ديفيز صيف 2024 كما تعلمون الفونسو ديفيز لاعب في الجهة اليسرى لفريق باير ميونيخ الالماني والمنتخب الكندي ومعاها عقد بيمتد لصيف 2025 وطبعا من مصلحة باير ميونيخ انها توافق على بيعه لريال مادريد حتى تستفاد ماديا لان فعلا زي ما انتوا فاهمين اللاعب لو في نهاية عقده قبل ست شهور ممكن يمضي لأي نادي يحب وطبعا النادي بتاعه مش هستفاد ماديا فبكده لو هم لو هم فعلا وفقوا انه يتباع في 2024 هيستفادوا ماديا وطبعا الفونسو ديفيز لعب المنتخب الكندي بيلعب باك شمال في باير ميونيخ وبيلعب في المنتخب الكندي ودي هتكون صفقة كويسة جدا لريال مادريد مع انتقالات الصيف القادم وبكده نكون هنا اخبارنا ويا رب تعجبكم وما تنسوش بقى تعملولنا لايك وتعملولنا شير ودومتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة